السلام عليكم أنا اسمتي فيصل كانوا يقولوا لي أولد ماما حتى أنا صغير في أختي و أختي كبروا كاملين و تجوجوا كله سهل علي الله قلت أنا عند الوالدة قلت أنا عند الوالدة تتطلب فيها و رد لي البال أي حاجة تنضيرها تلقى أحدا تنضيف شيء تنضيف شيء تنضيف أو تنفعل شيء خدمة تكون معايا تنضيف شيء تنضيف شيء تنضيف شيء مع الوالدة و كنت أزيز عليها و أزيز عليها بزاف و أنا اللي بقيت حداها و رد لي البال لا يمكن أن نضيف شيء إلي ما كانت الوالدة معايا أو إلي ما خديت شوار الوالدة ما لنا؟ دازت الأياب تعرفت على واحد البنت تعرفت على ذلك البنت و ما قلتش الوالدة فمتي بقى ذاك شيء نحشمت منها و صافي ما قلتش الوالدة نهائيا ذاك البنت كانت كانت خدمها في واحد خدمة و نشأت بيناتنا واحد العلاقة و كانت كانت بغيني بزاف في واحد ذاك المدة للخدمة و كانت أجبها و لكن مع مرة زعمات أنها تجيز قولي يا ذاك شيء سنغم لأن البنت ما تجيز قولي أنا لاحظت ذاك الحركات و ذاك الطريقة بلش كتتتعمل معايا و ما بغيت نحط ما الكبرياء ديالة بزاف حتى أنا كانت تعجبني صراحة و مشيت عن اللي تقدمت و عدرت معها و بقينة كان نظروا في تليفون و ذاك شيء و الوالدة دي ما كتشوفني في الدار كان شادت تليفون تمقى نظر ما بقيتش كان نظر معك في الأول و لتنظر مع البنت بزاف كانت تعجبني صراحة و في نفس الوقت كانت واحدة كانت واحدة من البنت كانت بزافة جيرانية لا أفهم على الوالدة كانت تعاونها و تقلس معها و تجمع و كانت داك البنت دين ما حطوا على الكلين والوالدة دي ما كتسجوا لي ان شاء الله ملقي سهلا علىك ستربيت و ووقف الرجليك سوف نجمع هنا بنت جيران وهاذ ووالدة و أنا م請تعة من الداية أنا كتغل لي أغبتواخرة و لا أغبتواخرة و نتخذ و أخذت الوقت و تبدلات الأمور و وصلت وقفت الرجليك و قلت للك البنت اللي أنا تعرفت عليها في الخدمة قلت لها رخصنة نعرفك على الوالدة و تهضر معها و ذاك شي بشتنشع بناتكم سنتو مع واحد العلاقة و ذاك شي قلت لها أنا غا نهضر معها و ارصيو شي نهار و نجي و نتغيوه نصم لعندي في الدار هي شكات قلت لي أنا ملجيش لعندي في الدار و ذاك شي قلت لها شوفها متن داس لابويتي تقان مقاونا في خدمة و تمجينتي اتلقي معها رجل على توفرة الوليدة قال المترجمي لهث ماذا؟ شكراه عن من يومه لبي BUR رجidal گو view الفور ق доллар اشوف المترجم اطلق لي俯 اشوف ساعي أخرج بساطة أن أخفهم Woodshop أخفهم إذا حدثت أخفهم ومجرد أن نعرف على شخص أخفهم سنحن أخفهم وبالتابعة أفضل أخذنا سوف أخذي وأنتم الآن منذ الساعة يتعدى لا تريد أن أتركوها أتركت لك قلت لي أن نتلقى معك و نعود لك من اللي تلقيت معها قلت لي يا ماما قلت لي يا أولدي ما سوف أعطي لكي ابنت مغير البنت اللي بنت جيرانكم وأنا رمرة ما قابل لكي هذا وأنا ربيته و تعذبت عليه و قدرت عليه وأنا سوف نجوجه وأنا سوف نجوجه بالبنت اللي بغيت وماما كذرت معي قاصح وتقلقات بزاف قافع الحال بزاف لأنا هي ما بيتداول و هيك أتبغيني ونوية معي الحلال ونوية مع الحلال ولكي الولدة ما هي اللي دخلت في هذه الشؤون هاتي وأنا ما قدرش نخسر لها خاطرة ما شي ما نقدرش نأخذ سختها بقيت كان قناع في البنت كتلا غيشوفي غنشوفو كينديرو غيصبري معي أنا غنضوزو عشادي لأنا للولدة ما غنسكنوش معها وراكي عافا إلا تفاهمنا وكنا بيخلين أنا الولدة غا ترضى علينا وغا تتمسح ذاك الشيلي في قلبها الولدة أولو شادة في كلمتها وتقول وتقول أيوة سيادي الولدة بغا تزرب عليها فأنتي مشات عرضت على ذوك الناس جيرانهم ووالدين هذه البنت وأن هذه البنت ترى بحلختي من صغر وأنا كنعرفها بحلختي رام مستحيل نشوفها كزوجة ديالي مستحيل أنا بحلختي ويمسكينة تجي وتقاد وتصيب لي الماكلة وهادي وتعاوني وتضحك معها وتتضر معها وذلك شيء أيوة ولكن أنا حاسبها بحلختي راما ما عمار قلبي رأف من جيتها ما عمار قلبي غير رأف ما علينا سيادي عرضوا عليهم كنت أنا يالله جيت من الخدمة جيت في العشية لقيتهم دايرين ذاك الكاسكروت وذاك الشي السلام قلت تبارك الله الولد تبارك الله رأى كبير وذاك الشي وشخبارهاك ودعا تنظر معهم عادي كيف الأيام العادية شخبارك أخالتي شخبارك أعمي لبس عليكم كل شي مزيان كل شي بخير سعر في شوي تقولي والداجين تلاهنا قلت لها قلت لها قلت لها شوف البنت بارك الله ما ناقصها والو قلت عرف حادقة وبنت جيرين ومعرفها واللي عمارة دار ومعمار ناس ماله لاش حاجة خيبة وانتا غادي تتقلب من المصائب على بره ما عرفنا ذاك البنت اللي غا تجيب لنا شنو ديره في حياته وشنو فعله أنا ما متجوبتش مع الوالداج جيرين قلسين ما عمقاش نداخل لنا وياف له دراه قلت لها الوالدة رأى القلب وميشاور قلت لها رأى هاد البنت كنحسبها بحلختي ومعمرني نويت زعمان معمرني نويت أنني نبغيها ولا نتجوج بها الوالدة وسمحي ليها جزاف وسمح ليها عمي وسمح ليها نرى بحلختي هاد البنت هاد واتقلقوا قلت لها نوضي نوضي انتي مطيحة بنا مطيحة بنا نوضي يلا مشوفي حالتنا هزو البنت مشاو لغدلت عيطو نقلك البنت اللي الكامل يكتبكي وكتغوت ولو كيش دوان هيارات عصبية ولو هاديل ود ما بغيها شو هيك تبغيه وولينا في مشاكل ووليت أنني أوبليجي أنني مشي نظر معها ومشي نقلس معها والبنت الخرى اللي أنا كان بغيها باقام قلقام ذاك شلي دارة الوالدة ما حيتي لهنا ما حيتي لهنا أنا تبعت قلبي صراحة تبعت قلبي لأن ذاك البنت مع مني غنبغيها أنا كان بغي الخرى وغنجوج بها غي غنضلمها غي غنضلمها ومشي ترجع تقاتل مع البنت الخرى تقنعتها وكتلا غنبغم قوفت الشي هذا في سرية إياك بغاني أنا بغيك غنضروا اللي في جهدنا باش نحقوا هذا الشي هذا وبقاتل مسيرة دينا غادي نحاكك نساوي مع الخرى تيبرد لها الخطر نعود أن نرجع الخرى ومشي تنساوي مع ذا ما كنقول لارا غنكون معك واحد النهار كنحاون نقنها بالواقع كنقول لارا تنقول لارا كبحالختي وركبرنا احنا انصابل وانا معاك ولكنن نقراج لك رمعمرك تكون مرتي هذه خلال دماغك ونحاون نقنع فيها باش أنه تبقى نشي جوسي همنات تقريبان حلى حتى لوحدنا نار صافي جاءت للدار تتقسم علواليدا سلبت عليها فين اخويا فين اخويا فين اخويا فين اخويا فيصال كليس مخصك شي حاجي اخويا فيصال لابغيت شي حاجة مرحبا على الراس والعين وفي الزواج تقدر تعول عليها نوقف معاك ونقادلك الأمور ديها لك على الراس والعين أنا فرحت قلت لهاي الحمد لله رجعت لطبيعة ديها لها هضرت مع الوالدة قلت لها أنت نشوف البنتها يرقتان هاته الوالدة ورما كانت شي خاط والبنت اللي أنا بغيها رقت داما معايا وبنت ذات مستوى وكل شي غير زمزيان بقيت بقيت كان قناع في الوالدة حتى الحمد لله قناعتها ولكن ليس شي اقتناء لأنها من صغري ويقدر ليدك شي اللي بغت هي جيت لها دي ومهم عدرت مع الوالدة قلت لها شوف الأمور ديها بتقادبات يلا أنتو كلوا الله أنا سأجيب الوالدة ديالي وغنجيو عندك للدار قلت لي يا واخا بحكم أنا الوالدة ديالي كان على برمه كان شناية دونك جبت الوالدة قلت لنا رحبو بينا دربو بينا نهار كبير كل شي مزيان قرنا الفاتحة كل شي داز في أمان الله وحفظه هنا فين غير تقلب كل شي وجدنا الوريقة ديالنا وجدنا العرس ديالنا كان وجدو كل شي بخير وبنت جيرا واقفة معنا يعني فوالا تقعد من هنا تقعد من هنا وتمشي مع البنت وتشري مع الحوايج وذلك شي أنا قلت الحمد لله هي تقبلت الواقع وأي دبا مزيان بي خير كانت تمشي مع البنت وتمشي تقعد معها هذي من اللي جيل الدار تقف معها توريها فين هذي فين هذي جاء نهار العرس جاء نهار العرس جاء نهار العرس برزنانا والسيدة اللي جوج بها وكل شي داز مزيان جاءت اللحظة اللي غيركبو فيها الخواتم وغيرنشربوها كلنا نوكلها تمرأ وتشربني الحليب ونشربها الحليب وكلتها تمرأ وكلتني تمرأ شربتها الحليب شربتني الحليب دازت نس ساعة وحنا بارزين هذي تصور معنا هذي قلت معنا هذي هذي يسلم علينا ونسلمو مع الناس وقالسين تندحكو شوية البنت شدها الوجاع وتأنا شدني الوجاع شدني واحد الوجاع خطير 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 جدا تنقول لك راك تحس بحالة عندك الدو المكينات عندك في المسارن ديالك البنت صخفات تحت بقوة داك الالم أنا بقيت كنت تزير كنت تزير بزاف معرفت شنوقع كنت أقول لهم عيطوا 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 العريز تقلب جنازة كل شيء واقف كل شيء كعيط البومبية كل شيء كعيط الامبولانس وأنا والبنت كانت توجعوا والبنت صخفات بقوة الوجاع صافي مقدش كنت تجاوب مع الناس وأنا رفتي الدموع تخرجوا لي من عيني رأى واحد الألم رأى ما يمكن شراء بحالة عندك بحالة عندك بحالة عندك بحالة عندك بحالة عندك وبقينا عيطوا ومقدش عقل عقل غيبت الوصبط حتى دعوا شيء ربعه لم يكن بالضبط حال ذي الوقت حليت عيني تلقى مرأتي حدايا وأنا قاس في الباياز حداها ووقفين علينا جوج الناس كانوا البوليس كانوا البوليس ووقفين حتى بنادم ما معرف شنوقع فمتي معرف شنوقع ما عيط البوليس ما عيط السلام عليكم عليكم السلام يا كلاب حيت قالوا لهم طبي هادو عندهم تسمم جاهم تسمم من اللي جاهم تسمم وقال لك تسمم في واحد الماد دس أما في ذاك شيء اللي يكلاو وبقوا يسولون عشنو كليتو كلي لهم حنا ذاك ساعة ما كلينا والو كنا الصباح فطرنا مزيان ومن جا العرص لم يكن ناكله مع الناس لنناس ونناكله ونناكله بحضنا ونناكله بحضنا حليب والتمر ونناكل حليب ونتم وقال لنا ما كنت لم يكن بحضنا بحضنا من ولي ما كنت كنت معدف بحضنا بحضن وإذن نود واحد جيدا قال لي بحضنا لهم تقي لهم مهما كان لهم لهم هنال قال انا او قرر البيان تقل تقل معها كي بحثو معاها كي بحثو معاها واحد اللحظة بدا تزبكي بواحدة مقاكي سولوا فان كنتيش كون جاب الحلي باش ندرتيها دي عرش فعلتها دي مهم زيروها بطريقتهم الخاصة وما بدأوا على بالاسئلة حتي اخر واحدة داز على على يديها بحثو مع ويبدا تتغوت انا وكان بغيه وانا كان احمق عليه وانا ما ادي شي واحدة من غيري وانا اللي درت لي هات شي هذا انا محاولة قتل انا محاولة قتل والمادام ديك ساعة باقة مسكينة مقدرة شوقف لانا لانا تنشكر جاعدك الناس اللي عيطوا البومبيون والامبيولونس لانا كون زدنا غير واحدة واحدة الساعة دلما كان اخرى كنا الله يرحم للرحيمين كنا بجوج غن توفعنا ويا لانا داك المادة كانت تسامة بزاف ما علينا اش الدعاية انا ما نقدرش نسمح لها معنى انا ما اندي م poquito ليه شي والدها اطلبوا وانا انا ما انسه لديك وانا كم يوصل لليه البوليس وانا انصر عد انسه لها وانا كانت تقتلني انا اغني اتنازل ليه وانا كنا لا يسمحوا لأهذا كنا هي محاولة القتل هديك انا اندليكم تنازول ما عندي مشاكيه انا عارفة بدافع واحد الحب وانا لا احتاجه عن اجرامه لا تقتلني ولا شي حاجة ولكن دارت ذاك شي دماغا وقلبها اللي قلت دير ذاك شي قتل لهم أنا ما عندي ما ندير لكم أنا صدق العرس وقف ما أكملش أنا ولماذا ما دم بقا في بقات فيها بزاف مسكينة لأنا ما تعالجها تغيب صعوبة باش أنا قدرت تخرج من ذاك المصيبة الكحلة دارونا غاسي المعيدة ودارونا ذاك شي وقفنا لرجلينا جات المحكامة قتل لهم أنا البنت كانت تبغيني ولكن أنا ركت حسبها بحلقتي وما عندي ما نقول فهذه القادية تقدر تكون داك شي بلاك الدافع اللي عندنا لداخل أنا مسامح لها ولكن باش أنها تحاول تقتل الروح المحكامة غا تأخذ المسطرة ديالها ووالي ديالكي كيبوس ويعمل قوان لهم البنت غا تمشي وتضيع قتل لهم واش أنا البنت هذي ضلمتها واش أنا درت لها شي حاجة يكجي تقدرت معها قتل لها بنت الناس رمع ماني غا نقول لك راجل أنا مشيت جوجش بها ومبعد القادرة كنت أسمحوا لي بزاف أنا ولت عندي حياة ولت عندي مرأة كنت أبغيها واد السيدة كانت بغت توضع حد لحياتي أنا مسامح لها من عندي مسامح لها ومحكامة أخذت المسطرة ديالها وحكموا لي بمحاولات القدل وبحكم أنها ما عنداش صوابق وتنازلت لها أناية أطاوى عمين ديال الحبس والجيران تفارقوا مع الوالدة والوالدة سخطعت عليها أنا ما شفت الوالدة هل هي اللي زاد أطصر عليها أنا وزاد ضمرني بزاف أنا الولد اللي كتبغيه وكتحمق عليه وكتدير لي للك شي اللي يبغى وكتدير لي للك شي اللي بغت هي ومن اللي وقعت شي هذا بغتني نسمح لبنت تهي بقعت فيها وما بغتاش تدخل الحبس وسخطعت عليها ما شفتش بلي ولدها ركن غيضي عليها بنيت ديالها أيام اللي شفتني بقي حي صافي قلت اللي يجعل شي باركة اللي يسامح وأنا ما كدبش عليكم دازت الوقت وبقيت مع المدام ديالي في الدار وبصعوبة باش تصالحت مع الوالدة وده برا الأمور مزيان والخرى مقيتش كنسمع لها شي خبار لأن والدة بدلوا هذيك السكنة ومشوفوا في حالاتهم وبنتهم يريد تثبت ليهم في هذا شي هذا وبغيت رأيكم في التعليقات واش أنا ضلمت هذيك البنت واش أنا ضلمت الوالدة واش أنا درت شي غلط في هذا شي هذا كنشكركم على الاستماع موسيقى